موسيقى تحية لكم مشاهدين الكرام و اهلا بكم الى هذه الحلقة من حديث الصحافة والبداية مع معهد بروكينغز التي نشرت مقالا لباول بريتر بعنوان هل يستعيد النازحون السوريون اراضيهم التي فقدوها اشار فيه الكاتب الى ان النازحين واللاجئين السوريين يتساءلون هل سيكون في وسعنا العودة الى بيوتنا التي تركناها التغيرات التشريعية في الاطار القانوني في سوريا التي تحكم بيع وشراء الممتلكات الخاصة تؤثير القلق حتى قبل الصراع لم تكن دائرة الاراضي الخاصة في سوريا فعلى اصلا فان حوالي خمسين بالمئة فقط من الاراضي في سوريا كانت مسجلة رسميا وهناك اربعون بالمئة تم تعيون حدوده ولكن لم تسجل حتى الان لم تكن سجلات الاراضي سوى اوراق وعادة ما لا يتم تخزينها بشكل صحيح توقفت خطط الاتمتا وتبسيط اجراءات بسبب الصراع التغيرات الاخيرة للاطار القانوني تؤثر على امن ملكية الاراضي للنازحين بطريقة التالية اولا لابد من التصريح الامني لكل حركات التي تجري على الاراضي الخاصة ثانيا لدى وزارة التنمية المحلية السلطة لوقف عمليات بيع وشراء الاراضي الخاصة في مناطق الصراع وتسجيل عمليات البيع والشراء اليومية بدلا من ذلك في سجل يومي مخصص لهذه العمليات ثالثا يتم تمديد الصلاحية القانونية لتجمل النسخ الرقامية اضافة الى الورقية هذه الاجراءات معا والعقبات التي تخليقها يمكن ان تشكل اساسا للحكم بامر الواقع لاراضي النازحين من خلال وسائل قانونية يمكنني شخصيا ان اشهد على صعوبات فكعقد حيازة الاراضي في ترتيبات ما بعد الصراع اضافة الى اهميتها بالنظر الى العودة الحقيقية للاجئين والنازحين والتبعات الاجتماعية والاقتصادية للوصول الى الاراضي والسكن وفي موقع تركيبريس نقرأ مقال الابراهيم سلقيني بعنوان هل ستسلم امريكا فتح الله قولن لتركيا ويتساءل فيه الكاتب هل تركيا قادرة يا ترى على تحقيق هذا المطلب يمكننا فهم النتيجة اذا عرفنا اوراق الضغط التي تمتلكها تركيا في مواجهة امريكا لتحقيق مطلبها هذا اولا تحويل الرصيد الاحتياطي من الدولار الذي كان في منتصف عام الفين وخمسة عشر مئة وعشرون مليار دولار الى العملة الذهبية ثانيا حصدت تركيا من فشل العملية الانقلابية تعاطفا شعبيا ضخما وهذا يسمح لها بتحريض الشعوب الاسلامي على مقاطعة البضائع الامريكية ثالثا تسريب ملفات ارتباط امريكا بعملية الانقلاب الفاشلة رابعا تنظيم الداخل التركي وما يتبعه من قوة في قراراتها الاقليمية خامسا تركيا بعد الانقلاب الفاشل كالاسد الجريح الذي لا يزال بكامل قواه وطاقته بل ربما يكون الان اقوى من ذي قبل سادسا روسيا تخلت عن الشمال السوري لتركيا في الاتفاق الاخير لتضع تركيا وجها لوجه مع امريكا سابعا من حق تركيا اغلاق قاعدة انجرليك ذات الخمسين عاما تحت مسوغ مساهمتها في الانقلاب الفاشل ثامنا بعد تنظيف الدولة التركية لم يبقى لامريكا يد في العمق التركي تاسعا اقتصار تركيا على طلب صغير جدا وهو تسليم شخص لم يعود له اي نفوذ داخل تركيا ولم يعود له وجود ولا اي فائدة لامريكا لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل لكن هل ستسلم امريكا فتح الله قولا لتركيا هذا مستحيل لكنها ستطلب منه الرحيل الى دولة يختارها قبل بت القضاء الامريكي في القضية ومن ثم ستقوم الدولة الجديدة بتسليمه وهو ما حصل مع عبدالله اجلان من قبل وبالانتقال مشاهدين الكرام الى صحيفة يانا شفق التركيا نقرأ مقالا لابراهيم قراجول بعنوان رجال امريكا تعتدي على تركيا اشار فيه الكاتب الى ان السلطة الامريكية هي المسئولة المباشرة عن المحاولة الانقلابية وهي مسئولة عن الاعتداءات الموجهة الى الشعائر تركيا والاستخبارات الامريكية حاولت اغتيال رئيس الجمهورية التركية طيب اردغان عن طريق تنظيم ارهابي وتحت حمايتها وادارتها ويؤكد الكاتب بان السلطة الامريكية هي المسئولة المباشرة عن هذه المحاولة الانقلابية كانوا متأكدين بان الخطة ستنجح كانوا سيستولوا على تركيا عن طريق تنظيم الذي يدار من قبلهم وذلك باستلام الحكم من قبل عناصره المنتمين للقوات المسلحة التركية وبذلك ستكون تركيا بيد امريكا تلقائيا هناك سلسلة منطقية بسيطة جدا لا داعي للبحث عن الادلة الملموسة والاستخباراتية من الذي يحمي غولن في امريكا طبعا تحميه امريكا والاستخبارات الامريكية ومن الذي يمده بالخدمات الامنية هم ايضا ومن الذي اسس هذه العناصر الارهابية في تركيا غولن ورجاله ومن الذي قام بالعملية التي لا يوجد لها مثيل في العالم كله وهو تفجير البرلمان بطائرات الاف ستاعش ذلك التنظيم الذي تحميه امريكا من الذي وضعهم في اقرب مكان لرئيس الجمهورية هم ولاجل من كانت تعمل شبكة الاستخبارات هذه لاجل السي اي اي والاف بي اي حتى انكم سلمتم لهم هويات اف بي اي لن ننسى بعد لا احد يظننا او يظن شعبنا احمق نحن على علم جيدا بنوعية السيناريو وهدفه والخطة الموضوعة من اجل تركيا ولذلك نحن غاضبون جدا رمينا بانفسنا امام الدبابات من دون تردد نقاوم من اجل حماية غد تركيا وسنستمر في مقاومتنا ويختم الكاتب مقاله بالقول نعم انتم الذين حاولتم قتل اردوغان وفي صحيفة الحياة اللندنية نقرأ مقالة لسامير المسالمة بعنوان المعارضة السورية بحاجة الى علاج نقاط ضعفها ورأت فيه الكاتبة بان التجربة السياسية السورية المعاصرة قامت مع الثورة وتمثلت في الكائنات السياسية التي تألفت ضمن اطاري المجلس الوطني وبعده الاتلاف الوطني وهذه التجربة مع الاسف لم تقم نتيجة جهود قوى حزبية لديها تجربة سياسية سابقة ولا على قوى معارضة منظمة لها امتدادات قوية في مجتمع السوريين ثم ان عملية البناء هذه جاءت فوقية ومن قوى خارجية ما جعل مشكلة التكوين تشكل محور ازمة المعارضة التي لم تستطع حلها او تجاوزها حتى الان ما زاد الطين بالله ان هذه التجربة لم تستطع ان تفرض ذاتها ومكانتها في تمثيلها السوريين وفي تعبيرها عنهم او في قيادة كفاحهم ضد الاستبداد تقصير اخر للمعارضة السياسية تعلق بضعف دفاعها عن المبادئ والاهداف التي انطلقت الثورة على اساسها في البدايات والتي كانت تتلخص بانها بانهاء نظام الاستبداد وتمكن كل افراد الشعب السوري بكل مكوناتهم الطائفية والاثنية من الحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة المتساوية في وطن يضمن التعددية والتنمع انا لنا كمعارضة ان نخاطب شعبنا وانا ان ننقد انفسنا على تقصيرنا وان نوضح للسوريين التعقيدات والصعوبات التي تحيط بقضيتهم انا لنا ان ننتزع انانياتنا وحساباتنا الشخصية وان نذهب الى معالجة تقصيراتنا واعادة بناء مؤسسات وهيئات المعارضة على اساس الكفاءة والنزاهة والروح الثورية لا بد من طرح موضوع استبدال القائمين على مؤسسات المعارضة جميعها لتتمكن هذه المؤسسات عبر الدماء الجديدة من عبور مأزقها وتجاوز عثارتها فليس مقبولا ان نتحدث عن تداول المناصب وتمثيل الشعب بينما نحن نمارس احتكاره عن قصد او عن غير قصد وختم حلقة اليوم مشاهدين الكرام مع فتاحية لمجلة اوكسجين بعنوان قصة رد الجميل حيث بيّنت المجلة بانه في العرف والتقاليد رد الجميل واجب ومحتوم على صاحب المرؤة والشريف ولكن مع حزب الله فرد الجميل مختلف تمر الذكرى العاشرة لحرب تموز تلك الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان في الثاني عشر من تموز من عام 2006 مما اضطر بعض اللبنانيين وخاصة الشيعة منهم الى النزوح الى سوريا والبلدات الحدودية منها الزبداني والقصير ويبرود وصولا الى دمشق لم يؤوي النازحون من الاخوة اللبنانيين الى المخيمات والى الجرود والاماكن الخالية بل الى البيوت وفي اسوأ الاحتمالات الى المدارس والمعسكرات المجهزة ببطانيات نظيفة وفرشات اسفنجية جديدة تم توزيعها وتجهيز الاماكن بكافة وسائل الراحة للفارين من الحرب في كل ذكرى لحرب تموز يتذكر الزبدانيون ما حل بهم وكيف رد اللبنانيون الجميل وخاصة الشيعة والحزب الذين قاموا الى سوريا لمؤزرة النظام ففتكوا بمن حواهم وآواهم ونصرهم وعاملهم معاملة الاخ والقريب وفتح منزله لاستقبالهم الزبداني لها الفضل الجميل والجميل على من نزح اليها ولجأ فجاء حزب الله اليها منذ عام 2011 ليرد جميلة بعتاده وعدته التي كان قد اعدها لاسرائيل قدم حاملا بجعبته الموت والجوع وسياسة التجويع والحصار لأكرم مدينتين حضنت واحتوت أهاليهم الفارين من هول الحرب وعدو مشترك لهم فاستبدلت الورود بالبرود والطعام والحليب بالتوجويع والبيوت الآمنة بالخراب والدمار بعض العائلات ردت الجميلة لمن ساعدهم وأواهم ولكن كثيرون منهم شيعوا أبناءهم للقتال في سوريا وقتل من كان لهم أخ والمضيف ورحلوا أهل مضايا والزبداني ورحلوا أهل مضايا والزبداني وجوعوهم وحاصروهم ومنعوا عنهم كل مقومات الحياة حتى قضى 183 فردا منهم جوعا وقنصا ومرضا فهل هذا هو أرد الجميل؟ بهذا مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة